مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بحسب تغريدة لها مبينة أن لغة الاحتجاج أصبح لها شكل آخر لقولها أصبحت لغة الاحتجاج لدى المواطنين الأردنيين الاستهزاء وتعليقات السخرية والرسم الكاريكاتوري صايل أبو جسار كتب أكثر من تعليق تحدث خلاله لرئيس الوزراء الدكتور عبدالله نصور حيث قال مخاطبا إياه عزيزي عبدالله نصور حب تعرف قديش الشعب الأردني بحبك ما إلك إلا هاشتاج نبض البلد وفي تعليق آخر ساخر اعتبر صايل بعد هاي الحلقة رؤية رح يرتفع عليها حق الميكات والآن ننتقل من نبض البلد إلى برنامج كارفان الشبابي الذي يبث على رؤية من الأحد إلى الخميس في العاشرة مساء حيث تم عرض فيديو ضمن فقرة بسيطة تتحدث فيها الطفلة تيا عن وجهة نظرها الخاصة بتقديم الحلول للمشاكل المالية التي يعاني منها الأردن إضافة إلى مشكلة الأزمة المصرية وانقطاع الغاز المصري عن الأردن أسيل الحايك كتب التعليق على صفحة رؤية الرئيسية على الفيسبوك عن تيا قائلة يا عمري بتجنن الله يحميها ويحفظ هالأمل اللي بداخلها سعيد حياري كتب في تعليق على الفيديو الذي تم نشره على صفحة كارفان المفروض يستضيفوها بنبض البلد نشرت مديرة مؤسسة عبد الحميد شفاء الشومان فلنتينا قصيصية صورة في حسابها الخاص على تويتر ظهر فيها كرسي خشبي جديد وقد تم تركيبه حديثا أمام أحد الكراسي الخشبية القديمة في منطقة جبل عمان الصورة التي نشاهدها الآن على الشاشة كتبت عليها فلنتينا منتقدة طريقة التركيب من قبل أمانة عمان الكبرى كونها المسؤولة عن ذلك في شوارع العاصمة إذ قالت إبداعوا أمانة عمان يعني ركبوا الكرسي الجديد وتركوا الكرسي القديم خلفه عمل إبداعي من الطراز الأول برهان أحد متتبعي حساب فلنتينا على تويتر غرد مستشهدا بالمثل الشعبي أجيك حلها عمها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر